الإصلاح الاقتصادي دخل حيز التنفيذ بعد أن أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لوزير المالية أنس الصالح ودفعه نحو تنفيذ وإنجاز ما جاء في الوثيقة الاقتصادية من تشريعات ومبادرات وبرامج الوثيقة الاقتصادية أمر يخص الحكومة في النهاية والحكومة من حقها أن تنفذ أي رؤية اقتصادية ما لم تمس المواطن وهذا الكلام قلنا في أكثر من مرة أي شيء يمس جيب المواطن سنقف ضده الحكومة أخذت على عتقها الآن أنها سوف لن تدفع بأي شيء فيه مستجيب المواطن وستقوم بكل ما فيه مصلحة البلد من الناحة الاقتصادية ونحن معها في ذلك إن شاء الله سبق وأنه غرت قوانين موجودة في الوثيقة فالقوانين التي تم إغرارها بالوثيقة تستطيع الحكومة أن تطبخها وتشتغل عليها أما ما تحتاج إلى تشريع فيجب أن يتم عرضها على المجلس والمجلس ويتخذ غرارها ومن جانبي أكد النائب سيف العازمي أن الإصلاحات تحتاج إلى عمل دؤوب للإنجاز لا يكون إصلاح بدون عمل ونحن والمجلس متعاونين وأنا هنا أشهد في مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة في ثلاث سنوات متواصلة في إنجاز هذه المشاريع ومنها خاصة المشاريع الإسكانية يتوقع أن تكون العطلة الصيفية المقبلة فرصة للحكومة لترتيب أوراقها ولاندفاع نحو تنفيذ ما جاء في الوثيقة الاقتصادية خاصة أن مجلس الأمة سيراقب ويحاسب لترفيزون المجلس طارق السهو